لا يملك التيار الصدري قرار فيتو على أي وضع يعني هو لا يمتلك القدرة على أن يعطي فيتو يعني تماما كما استفادت التيار الصدري من الصوت الواحد غير المتحول بمعنى النظام الانتخابي الذي أجريت بمجيبه الانتخابات المبكرة في العام 2021 بالتأكيد القوى التي سيطرت على مجلس النواب ووجدت أن هذا القانون لا يخدمه فذهبت إلى القانون التمثيل النسبي الذي يخدمها يعني بالتالي هذا الموضوع هو موضوع صراع سياسي محكوم بعلاقات القوى داخل مجلس النواب يعني حتى لو كان التيار الصدري داخل مجلس النواب بعدد مقاعدة داخل مجلس النواب يعني لا أعتقد أنه كان يستطيع بسهولة أن يفرض نموذجا للنظام الانتخابي من دون موافقة الأطراف الأخرى يعني لو لا على سبيل المثال في العام 2021 كان هناك توافقات بين أكثر من طرف أتاحت تمرير قانون الذي أجريت بمجيبه تلك الانتخابات الآن علاقات القوى متغيرة لهذا التيار الصدري يعرف تماما أنه لا يملك القدرة على أن يفرض شروط داخل مجلس النواب بسبب علاقات القوى داخل مجلس النواب يعني عدد المقاعد وما إلى ذلك وبالتالي هو يحتاج إلى تحالفات هذه التحالفات في بعض الأحيان لا تخدمه يعني لاحظ عندما تحالف مع السيادة ومع الديمقراطي الكردستاني في لحظة ما تخلوا عنه يعني لأنه وجدوا أنه مصلحتهم بالذهاب مع الإطار التنسيقي بعد انسحاب التيار الصدري يعني في حين أنا على يقين أن السيد مقتدى الصدر كان يتوهم أنهم لن يذهبوا بهذا الاتجاه وأنهم سيدعموا موقفه ولكن هذا لم يحصل لهذا أنا أعتقد لا التيار الصدري يعي تماما حجم قدرة على الحركة لهذا هو يستخدم الشارع كوسيلة للضغط يعني يستخدم التحشيد لأنه ربما يكون القوى السياسية الوحيدة في العراق التي تمتلك القدرة على التحشيد وعلى ملء الشوارع في أي لحظة يستخدمها في إطار هذه المناورات ولكن ليس دائما قادر على النجاح في ذلك لو عيدك إلى العام 2007 على سبيل المثال في ظل المواجهة مع المالكي افطر التيار الصدري إلى الانسحاب تتذكر يعني تم تجميد قواتها تم تجميد كتلت السياسية إلى آخره لهذا أيضا هناك نوع من المبالغة في قوة التيار الصدري